إن شاء الله يا شباب هنبتد دلوقتي درس اسمه الاحتمال الهندسي الاحتمال الهندسي ده صفحة كم؟ 127 عم أول حاجة هنبتد نعرفها في الاحتمال الهندسي اللي هو الاحتمال ده أول جزء عندنا في الدرس الاحتمال والأطوال بالنسبة للجزء الاولان الاحتمال والأطوال بيضور حوالي نحن عندنا قطع مستقيمة مثلاً تبيرة شوية نحن كده اخترت باسمها A B والقطع المستقيمة الكبارية بتحتوي على قطع مستقيمة أصغر منها مثلاً اهو مثلاً انا شايفين B C احنا عزيك بقى نتكلم على احتمال نقطة احتمال قوع نقطة على ال B C معها في الكلام احتمال بقوع نقطة او اختيار نقطة عشوائية كده على ال A على ال B C عليكم السلام ورحمة كيبقى الاحتمال اي هنا بقى في الحالة دي الاحتمال بيبقى عبارة اي احتمال بيبقى كاسب كده زي ما احنا فاهمين يبقى عبارة عن طول القطعة المستقيمة اللي هي ال B C B C على طول القطعة المستقيمة الكبيرة A B بس فكل اللي بعمله عشان احتمال القطعة دي او احتمال بقوع النقطة على القطعة الصغيرة B C بقسم الطول ال B C على طول القطعة الكبيرة كلها A B يعني كنشوف عندنا بتحقق من فاهمك على الموضوع ده في نفس الصفحة اللي هي مئة سبعة بكيام مواشعين عندنا برده قطعة مستقيمة كبيرة A C A C C A C A C A C A C A C A C A C A C وموجود على النقاط هنا C A C A C A C A C ومكسم القطعة زي ما احنا شايفين لتلاث قطور تلتة أطول القطعة جي كي طلها تلاتة تلاتة وحدات وقطع الأطول اللي هي كي إل عبارة عن سبعة وحدات طول وقطع ال إم عبارة عن أربعة وحدات طول طلب منك هنا في واحد طلب منك احتمال بي احتمال احتمال اكس بتنتمي للقطع المستقيمة خلاص حسب الكلام اللي احنا قلناه هنروح نعمل شرط الكسر ونشوف طول ال إم ونقسمه على طول الكلي للقطع المستقيمة اللي بتاحتويه طيب طول ال إم طول ال إم طول ال إم طول ال إم هو عندنا أربعة أربعة وحدات على طول الكلي هنجمع ده كل طبعا تلاتة زائد سبعة زائد أربعة أربعة وحدات وابتده أعمل عملية تبسيط على الاتنين طبعا فيها الاتنين على الاتنين فيها السبعة يبقى اتنين على السبعة يبقى احتمال القطعة لأن ال إكس بتنتمي لل إم خدنا طول الإم مع الطول الكل كله اللي باربعة وحدة نجي نشوفه عند كده كم واحد بيه احتمال يبقى إن إكس بتنتمي للكطعة المستقيمة كم باردك هنعمل شرط تكسر عندنا ها وهنشوف كم طول كم بيشمل كم بيشمل كتعتين بيشمل الكتعة دي سبعة زائد أربعة يبقى كم بيشمل كتعتين سبعة زائد أربعة طبعاً كام 11 يبقى البسط 11 يبقى طول كم كام عندنا شبعة 11 على طول الكل طبعاً كله هنقسم عليه اللي هو كام 14 هنا مفيش ايه تبصيط مبينة مفيش قاس المبينة خيب ده بالنسبة للنقطة دي ده بالنسبة للتمرين الأولاني نشوف بعد كده التمرين التاني اتحطي كم فامك التانية السبعة الورا واحداً ده بالصفحة 128 هنا هو رقم اثنين يقولك شاي يقولك هنا يحضر مطعم شاي في وعاء ساعته عندنا في وعاء في وعاء عندنا هو ساعته عندنا في وعاء بس بعد كاملة بعدها زي ما هو كاتب 8 لتر ومقسم بقى مقسم بقى عندنا هنا حسب التأسيم اللي هو كاتبها هنا كاملة أصغر حاجة 2 لتر بعد كده كاملة أربعة لتر وعا كده كاملة ستة لتر وعا كاملة تمانية لتر ده الوعاء فهو يعني ساعة هو تمانية لتر قال لك عندما انخفض وعندما انخفض مستوى الشاي في الوعاء عن الدين الشاي قال لي عن الدين تحصل ها في المشكلة大的 لا وشاي قال لي عن الدين لتر بيصبح التركيز كبير واختلف الطعام لالشاي قال لي عن الدين لترículo يتزمن упفضل Ankara طعم حسب الكلام بتاعه طيب ناشا طلب منك في اول حاجة او في ايه اذا حاول شخص ملء كأس من الشاي فمحتمال ان يكون مستوى الشاي في الوعاء تحت مستوى الاثنين لتر فاول حاجة عاوزين احتمال ان المستوى الشاي تحت اثنين لتر مستوى الشاي في المنطقة دي يعني ال اكس في المنطقة دي يبقى جيب هنا اثنين لتر يجب لطول 5 دي ويجب ثلاثره كل 8 يبقى اثنين على ثمنين يطلع كامل لماذا يوجد المطلوب الثاني؟ قال له كيف المطلوب الثاني za محتمال ان يكون مستوى الشاي ما بين 2 و 3 الـ 2 و 3 يعني الـ x وقع ما بين الـ 2 و 3 أنا افترض هنا 3 فهنا بقى أطرح إذا تعاوز 2 ما بين 2 وتطرح كبير نقص صغير 3 نقص 2 على كل 8 3 نقص 2 طبعا 1 على 8 طب لو قلت ما بين 2 و 4 أطرح 4 نقص 2 بس عايتها 2 على 8 واختصبها ما بين 6 و 2 إذا أطرح 6 نقص 2 2 أربعة وعلى 8 وقفوم لو بيقول لك ما بين كذا وكذا أول ما يقول لك ما بين كذا وكذا هتطرح الكبير نقص صغير بتسمع كل طبعا وقفوم السؤال ده مش إزاي يا شباب ولا نا تمام نوقف التسجيل ده كده نوقف التسجيل ده اشتركوا في القناة شكرا